مرحبا بكم على قناة ميكار كيف ترون العنوى اليوم سنذهب على داسيسانديرو الجيل التالت هذه سيارة تغييرات قلبا وقلبا تغييرات من ناحية الشكل من ناحية المحرك ومن ناحية الخصائص تبقى سيارة كباقي السيارات لديها مميزات وعيوب ان شاء الله سنكتشفوا هذه الأمور سوف نقوم مع ناحية الأخير فيديو اذا لم تكن تشارك بالقناة سوف يصلك إيميل جديد وفعل زر الجرس لا تنسى الضغط على زر لايك لدعم القناة إذا نبدأ المراجعة لنا نبدأ بالقناة داسيسانديرو ستريت واي اسونسيال اسونس من ناحية المحرك فهي تفرب محرك بنزين بسعة 1 لتر تسي او ثلاث أسطوانات القوة الجبائية 7 أحصينة القوة الحقيقية 100 حصان عزم دوران 160 نيوتون متر ناقل حركة من 5 سرعات معدل استهلاك داخل المدينة 6 لتر فاصلة أربعة معدل استهلاك خارج المدينة 4 لتر فاصلة تسعة ومعدل استهلاك مختلط 5 لتر فاصلة خمسة سرعة القصوى للسيارة 165 كم بساعة تسارع السيارة من 0 إلى 100 تقطاعها 14 لتر فاصلة اثنان سيعة خزان وقود السيارة 50 لتر لما تغير وسيعة صندوق السيارة 410 لتر نمر حاليا الخصائص خصائص السيارة كالتالي تمتاز بجوجة الوسائد هوائية نظام منع انغلاق العجلات المساعدة على الفرمالة في حالة الطوارئ التحكم الإلكتروني لتبات السيارة المساعدة على صعود المرتفعات منافذ كراسي الأطفال إغلاق تلقائي للأبواب أثناء القيادة مكيف هواء يلوي عجلة القيادة كهربائية منظم ومتبت سرعة اشتغال أدواء النهار تلقائيا نوافذ أمامية كهربائية تحكم تلقائي بالمراية الخارجية عجلة القيادة قابلة للتعديل وعجلات من 15 البوصة منفذ USB حامل هاتف جهاز راديو ونظام البلوتود كما قلنا في هدفي الوحيدة لكيناء اسونس كما قلنا في الوحيدة نمر الثمان ديار السيارة الثمان ديار السيارة الثمان ديار هو 110 لف درهم وتسعمية زائد مصاريف ميلف لوحة ترقيم السيارة بسبع لف وخمسمية درهم زائد مصاريف سيباغ اللامعة وتلتة لف درهم كي يرجع الثمان نهائي وهذا هو الثمان نهائي لما قلنا في الفئة لليسونس سيارة هذه الإمكانية متوفرة بجوج دوتورو إما أننا نستفذ من قرد مجاني بدون تسبيق أو أننا نستفذ بقرد بتسبيق على قتل جيل الثمان ديار السيارة 121 درهم إذا نستفذ من قرد مجاني بدون تسبيق المدة 24 شهر سيأتي بقصة شهري 1850 درهم إذا نستفذ من قرد مجاني بدون تسبيق 40 ألف درهم سيأتي بقصة شهري 1260 درهم حاليا نستفذ من قرد مجاني الفئة ديزل ونبقى دائما في سيأتي بقصة شهري سيأتي بقصة شهري المحرك المحرك 1.5 ديزل تكنولوجيا شهري 4 أسطوانات القوة الجبائية 6 أحصينة القوة الحقيقية 95 حصان عزم دواران 220 نيوتون متر ناقل حركة 5 سرعات معدل السهلك داخل المدينة 5.5 لتر معدل السهلك خارج المدينة 3.8 لتر ومعدل مختالة 4.1 لتر السرعة القصوى السيارة 172 كم الساعة تسارع السيارة 0% تقطعها 13 لتر فصلة سعود حالياً الخصائي السيارة فهي كتمتاز جزء الوسائد هوائية نظام منع انغلاق العجلات لمساعدة على الفرمالة في حالة الطوارئ التحكم الإلكتروني لتبات السيارة لمساعدة على صعود المرتفعات منافذ كراسي الأطفال إغلاق تلقائي للأبواب أثناء القيادة مكيف هواء يدوي عجلة قيادة كهربائية منظم ومتبت سرعة اشتغال أدواء النهارة تلقائياً نوافذ أمامية كهربائية تحكم تلقائي بمرايا الخارجية عجلة قيادة قابلة للتعديل عجلة من 15 البوصة منفذ USB حامل هاتف شهاز الراديو ونظام البلوتوث نمر حالياً الثمان السيارة فالثمان هو 128000 درهم زائد مصاريف لوحة تلقائم السيارة ب7500 درهم زائد مصاريف السيباغ اللامية ب3000 درهم ثمان نهائي كيرجع وهو 130000 درهم وهذا يعتبر كثمان نهائي لما ستجد من بعده شيء حاجة أخرى حالياً نمر لمحاكاة السيارة فهذا سيارة بدون تسبيق لمدة 8 شهر ستجد بقية شهر 20000 درهم كما أيضاً ستجد من تسبيق 45000 درهم ستجد بقية شهر 1440 درهم نبقى دائماً في داسيا سنديرو ستريت واي واحد المرة بالفئة الأعلى فيها وهي كونفورت فحتها هي ديزل من طبيعة الحال بالنفس الخصائص المحرك التي ذكرناها في السيارة المقبلها وبالنفس الخصائص التي ذكرناها في السيارة المقبلها لكن بإضافات بعض الخصائص المساعدة على الركن الخلفي كاميرا الرجوع إلى الخلف عجلة من الأليمنيوم 16 بوصة مصابيح أمامية LED شاشة لامزها 8 بوصة نمر حالياً لثمان السيارة وهو 130000 درهم بزيادة ثمان لوحة ترقم السيارة ب7500 درهم وزيادة ثمان سباغ اللامعة ب3000 درهم كانت الثمان نهائي هو 14000 درهم و500 درهم وهذا ثمان نهائي لما تزيد من بعده شي حاجة واحدة أخرى خصوص الوصية مصابيح اخرى من استخداره من جوال درهم نكمل ان تصبق ب 2018 درهم بزيادة ثمانية 30 درهم ونحن نطعم 30000 درهم بزيادة ثمانية 30 درهم بزيادة ثمانية 30 درهم إذن حتى هنا كنكون هدرنا على صنديرو ستريت واي بالفئة ديالها من ثلاثة الليسونس وفئة الديزل حالياً سنمرر صنديرو ستيب واي محرك الديزل 1.5 ديسيه من 4 أسطوانات القوة الجبائية 6 أحصينة القوة الحقيقية 100 حصان واثنان عزم دواران 32 نيوطان وماتخ ناقل حركة بخمس سرعات معدل سيهلك داخل المدينة بخمسة لتر فصيلة 6 معدل سيهلك خارج المدينة بثلاثة لتر فصيلة 9 ومعدل سيهلك مختلط بربع لتر فصيلة 2 سرعة القصوى للسيارة 175 كم في الساعة تصارع السيارة من صفر المياه تختار في ثلاثة لتانية فصيلة 8 نسبة لخصائي السيارة تمتز جوجل وسائد هوائية نضمن عن غلاق العجلات المساعدة على الفرمالة في حالة الطوارئ تحكم الإلكتروني لتبات السيارة المساعدة على صعود المرتفعات منافذ كراسي الأطفال إغلاق تلقاء الأبواب أثناء القيادة مكيف هوائي يدوي وعجلة قيادة كهربائية منظم السرعة متبت السرعة اشتغال أضواء النهار تلقائيا نوافذ أمامية كهربائية تحكم تلقائي الإمرايا خارجية عجلة قيادة قابلة للتعديل عجلات من 15 البوصة قطبان السقف منفذ USB حامل هاتف جهاز راديو ونظام البريوتوتوث نمر حليل ثمان السيارة ثمان هو مائة وربعين الف درهم بإضافة ثمان لوحة ترقم السيارة بسبع لف ومائة 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 وثمان السيارة هذا كثمان نهائي هذه الإمكانية لسالف بدون تصباق متوفرة فممكن أن نستفذ من هذا السيارة بدون تصباق من صباق حتى شرية في مدة ديلة 24 شهر ستبقي الـ 2290 درهم مع إمكانية استفادة من القرض بالتسبيق الـ 60 ألف درهم في مدة 84 شهر ستأتي بالتسبيق الـ 1395 درهم نمر حاليا الضسية سانديرو ستيب واي كونفو بالنسبة للمحرك فهي تمتزب نفس المحرك الذي في سيارة المقبل في ستيب واي من طبيعة الحال مئة حصان بالنسبة للخصائص فهي تمتزب نفس الخصائص في سيارة المقبلها ستيب واي لكن بزيادة الخصائص المساعدة للركل الخلفي كاميرا الرجوع إلى الخلف عجلة من الألومينيوم من 16 بوصة مصابح أمامية ليد شاشة لاميسة بـ 8 بوصة تمان دير هذه السيارة هو 151 ألف درهم بإضافة تمان لوحة ترقم السيارة بـ 7500 درهم بإضافة تمان نهايه هو 162 ألف درهم وهذا كتمان نهايه لما ستزيد بعده شي حاجة أخرى إمكانينا أن نقتل هذه السيارة عن طريق ثالاف بدون تسبيق ستجد بقية شهري 2450 درهم في مدة 84 شهر مع إمكانيات تسبيق 65 ألف درهم في مدة 84 شهر ستجد بقية شهري 1490 درهم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر